نشير مشاهدين إلى هذا الخبر العاجل إذ أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عشر الضباط وجنود بعد انهيار مبنيين عليهم في غزة كان الجيش أعلن كذلك مقتل ثلاثة الضباط وإصابة ثلاثة من جنوده في معارك غربي خان يونس جنوبية قطاع غزة وأعلن مستشفى سوروكا في بار السبع وصول خمسة عشر جنديا إسرائيليا مصابا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة